التحذيرات الصادرة من تل أبيب والوعيد القادم من صنعاء يشيران إلى أن هذه الجبهة جبهة اليمن تتجه إلى مزيد من التصعيد مع إسرائيل أو بين إسرائيل وجماعة الحوثي وذلك بعد استهداف تل أبيب بمسيرة حوثية ورد إسرائيلي بقصف ميناء الحديدة وتأكيدها على أن هذه العملية تثبت لأعداء إسرائيل أنه لا يوجد أي مكان لا يمكن لتل أبيب الوصول إليه يرد الحوثي بإعلانه قصف مناطق حيوية في إيلات في جنوب إسرائيل بعدد من الصواريخ الباليستية رداً على ضرب الحديدة عقب الهجوم الإسرائيلي السابق على الحديدة قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالد إن النيران التي تشتعل في الحديدة يمكن رؤيتها في كل أنحاء الشرق الأوسط دعونا نستذكر إن النار التي تشتعل الآن في الحديدة يرونها بوضوح في كل أنحاء الشرق الأوسط ولهذا الأمر العديد من الدلالات الواضحة الحوثيون هاجموا إسرائيل أكثر من مئتي مرة لكن في المرة الأولى التي مسوا فيها مواطناً إسرائيلياً وجهنا لهم ضربة وسنقوم بهذا كل ما تطلبت الحاجة دم الإسرائيليين له ثمن وهو ليس مجانياً وقد أصبح ذلك معروفاً في لبنان وغزة وأماكن أخرى ومن يتجرأ على مهاجمتنا ستكون النتيجة مماثلة في ظل استمرار هذا التصعيد قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل مستعدة لمهاجمة الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن مرة أخرى كما ضربت الحديدة لكنه أوضح أيضاً أن إسرائيل تفضل أن يتولى التحالف الأمني بقيادة الولايات المتحدة الدور الرئيسي وفق ما نقلت عنه وكالة بلومبر أضاف الوزير الإسرائيلي إن الحوثيين يخططون لهجمات جديدة لم يرتدعوا على الرغم من الضربة التي نفذتها إسرائيل على بناء الحديدة وفق تعبيره ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي عبدالستار الشميري أهلاً وسهلاً بك إلى سكاي نيوز عربية بدايةً من الآن حديث إسرائيل هنا عن أنها تريد التحالف والازدهار الذي يحمي السفن ويقصف الحوثيين بقيادة بريطانية أمريكية تريده أن ينسق مع إسرائيل وأن يقوم هو بالرد على هجمات الحوثيين هل برأيك هذا بداية دعوة لتشكيل تحالف عسكري ضد الحوثيين في المنطقة؟ بعد التحية لك يوسف ولمشاهدين الكرام لا أعتقد أن التحالف والازدهار أو حتى الذين آتوا إلى البحر الأحمر منفردين أو مجتمعين سيذهبون إلى تحالف مع الكيان الصهيوني على أي حال لكن باعتقادي أن الدور الإسرائيلي سيكون واضح المعالم في الفترة القادمة بمعنى أنه بدأت شرارة التبادل إطلاق النار بين الحرس الثوري عبر الحوثيين وبين إسرائيل هذه المعركة في البحر الأحمر هي الحوثيين هو مسرح دمى يحرك بطريقة أو بأخرى وفق الاحتياجات الإيرانية وفق احتياجات الحرس الثوري وهذه معركة بين الحرس الثوري وإسرائيل خارج أراضيهم لكن اعتقادي سيظل الأمر خلال الأشهر القادمة حتى نهاية العام على النحو الآتي أولا سيقتصر دور الأمريكان والبريطانيين والتحالف والازدهار وغيره على ما كان عليه من حماية السفن وضرب بعض المنصات المتحركة إن وقدوها عندما تطلق صواريخ نحو البحر الأحمر أما بالنسبة للإسرائيليين إذا أصيبوا بضرر حقيقي كما أصيبوا عندما تكسرت نافذة وقتل إسرائيلي إذا وصل إلى هذا الحد وإن كان حقم الرد الإسرائيلي هو يقاس من واحد إلى مليون الجماعة الحوثية بهذه التصرفات هي لا تكسب اليمن ولا اليمنيين ولا القضية الفلسطينية هي تخسرنا وتدخلنا في متاهة في ظل عدم توازن ردع بين ما يمكن إطلاق إسرائيل إسرائيل أو صاروه خلينا نتكلم عن إسرائيل الآن والحوثيين هل ربما التصور الإسرائيلي للحوثيين يسقطهم في أن الحوثي لا يهمه أن تضرب اليمن يعني ما عنده مشكلة الآن في ضربات لأن هذه الضربات الشعب اليمني يتأثر منها طالما أنها لا تصيب قيادات الحوثيين فما في مشكلة وبالتالي يمكن أن يستمر هل رأيك أن إسرائيل مثل أمريكا وبريطانيا جادة في عملية الردع والتأثير في الحوثي لأنه أحيانا يقال أنه حتى بعض الأطراف الإقليمية التي تدعمهم مثل إيران تجد صعوبة في السيطرة عليه وعلى قياداته لأن القيادات تفكر في نفسها فقط نعم لا يوازي الشر الحوثي وشر الحرس الثوري إلا شر الردع الإسرائيلي هؤلاء يعني كما قال السياب لا حل إلا إن تصارعت القوى وتصارع الإرهاب بالإرهاب الجماعة فيها البريطانيين والأمريكان يأخذون العصى من المنتصف يحاولون لهم حسابات سياسية في موضوع الردع الحوثي يحاولون احتواء إيران هنا الأمر معقد يختلط فيه السياسة بالمصلحة باحتواء الدور الإيراني بعدم القدرة على دفع الكلفة الأمر مختلف تماما مع الإسرائيليين الإسرائيليين حربهم مثل حرب الحوثي والحرس الثوري هم لا يفكرون لا بقانب إنساني ولذلك هم إذا وقدوا هدفا حوثيا سيمضوا فيه سواء قياداته كذا إذا الحوثي بالفعل أصاب لهم شيء حقيقي حتى الصواريخ الأخيرة في أيلاتها بالنهاية لم تصب شيئا مهما لكن الإصابة الوعيدة من مئة محاولة كانت طفيفة أيضا فكان الرد الإسرائيلي صحيح أنه أضر باليمنين وأضر بالبنية التحتية في ميناء الحديدة لكن في المرة القادمة إذا أصيب أعتقد أن قياس الردع الإسرائيلي بما أنه جماعة تملك نفس الرؤية الإرهابية للحرس الثوري والحوثي سيردون بأشنع بما لديهم من قوة سيخصفون صنعاء أعتقد المرة القادمة ولن يقتصروا على الحديدة سيذهبون إلى مثلا مواقع لوغستية قد لا يوفقون أو قد لا يجدون شخصيات حوثية لأنها معظمها مؤمنة في كهوف وفي ملاقع لكن قد يجدون ما يسمى بمراكز الدعم لوغستي المراكز الأمنية مواقع جيش مواقع صواريخ مواقع من هذه أو بنية تحتية كدار الرئاسة أو بعض المراطق التي هي فيها مراكز اتصالات وهلوم وقر أعتقد هذا لن يكون إلا إذا تمت ضربة مشابهة من الحوثي للضربة التي راح فيها دم أو راح فيها موقع مهم في إسرائيل حتى الآن لا يوجد شيء ضرب في إسرائيل إلا شيء بسيط وأعتقد أن توازن الشر الإسرائيلي أو الصهيون الحوثي للحرسة الثوري يؤهل لمزيد من الضربات في اليمن إذا ضربت إسرائيل بوتيرها مختلفة عما يقوم به الأمريكان تماما وعما يقوم به البريطانيين طيب يعني ما الذي يمكن لليمنيين فعله هنا يعني لأنه في أصوات تتعالى بأنه نعم هذه الضربات تؤثر على اليمن هذه الضربات الإسرائيلية وأنه يجب حتى هناك من خرج ليقول أنه يجب الوقوف مع الحوثي ودعم الحوثي ضد هذه الضربات ألا يجد المواطن اليمني نفسه في موقف غريب هنا في وسط هذه يعني الضربات والضربات المقابلة التي لا ناقة له فيها ولا جمل ولا مصلحة ممكن أن يكون هناك فرز في هذه النقطة تحديدا الناس الذين لديهم عاطفة شعبوية والكره البغيذ لما يقوم به الصهاينة في غزة قد يختلط الأمر عليهم لكن السمل عند النخبة اليمنية وهي الركيزة وهي القوة الناعمة الصلبة وهي التي ممسكة والشرعية ومعظم الإعلامين والمثقفين والقيلة الواضح المعالم الرؤية من الذي يدور يعلم تماما أنه لا يمكن لجماعة غير أخلاقية كالحوثي أن تتصدر عملا أخلاقيا في غزة أو ضد الكيان الصهيوني وهم يفرقون تماما صحيح أن العمل الصهيوني في اليمن مدان ويقرح أي يمني لكن أيضا أنت لا تستطيع إلا أن تكون واضح وتقول من الذي أتى بالإسرائيل والصهاينة الحديدة هو الحوثي هو هبل الحوثي ومغامرات الحوثي من الذي أتى بأمريكا إلى البحر الأحمر من الذي أتى بإيران قبلهم أيضا فالرؤية واضحة هناك وعي سياسي بالطلع لكن لا يمكن أيضا أن نقول هناك شعبويين يقولون ما دام ضرب غزة حتى لو قد قتلنا نسامع هذا الوعي الشعبوي ومع الأيام سيزول وعند نهاية الحدث تتضح من انطلع عليهم مثل هذا الأمر طيب شكرا جزيلا للبحث السياسي عبدالستار أشميري حدثنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر